دون إعلان رسميا عنه تبدأ أوكرانيا هجومها المضاد أو هذا ما يبدو عليه الأمر على الأقل بعد الهجوم الضخم الذي نفذته قواتها في دومباز وفق الرواية الروسية فيما تحتاج الخطط إلى الصمت كما تراه كييف التي صرحت بأنه لا يكون هناك إعلان لبدء الهجوم تعلن موسكو تصديه لما قالت إنه هجوم أوكراني ضخم على خمسة محاورة على طول خط المواجهة في مقاطعة دومباز جنوب دونياتسك وفيما تؤكد وزارة الدفاع الروسية إحباط الهجوم وقتل العشرات من الجنود الأوكرانيين وتدمير عدد من الألية العسكرية ترفض أوكرانيا التعليق على الأمر وتعتبره نوعا من التلفيق للتغطية على ما أطلق عليه متزعيم مجموعة فيغنر واسمت عار في أول تعليق له على استعادة القوات الأوكرانية جزءا من مستوطنات برغيفكا شمال باخموت تعليق لعله يتناغم مع نظيره الأمريكي الذي يؤكد إيمان الولايات المتحدة بأن هجوم كييف المضاد على روسيا سيعيد الأراضي الأوكرانية المهمة استراتيجيا من قبضة موسكو وأمام مطالب كييف المتجددة من الحلفاء بمزيدا من الدعم العسكري وتحديدا الأسلحة البعيدة المدى وحرصها على إبقاء الجيش الروسي متأهبا يتجه الروس إلى البلطيق والمحيط الهادئ في مناورات بعد ساعات فقط على بدء نيتو لمناوراته السنوية هناك المناورات تتم وفقا لخطة تدريب هيئة الأركان الروسية كما تعلن موسكو لكنها برأي كثيرين رسائر مبطنة أراد الروس من خلالها لعب مناورات سياسية للدفع بالخصوم للتهدئة والعودة إلى طاولة التفاوض